اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عسلام ومرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير أشني أحوالكم صديقاتي جيتكم اليوم فيديو جديد حبيت نعمل معكم القهوة تاع الصباح سفي لونطوم عملتهاش اللي تشوفوا في الصباح نقول لكم الصباح النور والفل والياسمين وإن شاء الله نهاركم أسعد لأيام وإذا كانت شوفوا فيه الأسواق وأينما كنتم في أي بلاصة أنتم فيها أكيد لأنا معناش نفس التوقيت نقول لكم مساء الخير وربي عينكم علي تعملوا فيه إن شاء الله قبل ما نبدو في الفيديو متاعنا لبنات ما تشوفوش القهوة متاعي رايقهوتي نام بوغتكوة خالوطة في قهوتي رايبة ولكن هذه هي الوحيدة اللي تنجم تحلي عيني الصباح يعني قهوتي تنجم تقولوا فطومة إش كاعدت تعمل نسكافي غيكو غي أحلي بسكر خليطة ولكن هذه هي قهوتي متاع الصباح اللي بغي ما نبدأ بها إنهاري اللي غالب نعرف اللي هذي الدنيا لكلها هذي رايوا لحلي بسكر كل شي رايوا ما ويش صحي ولكن اللي غالب هذه هي قهوتي متاع الصباح أنتو كالبنات قبل ما نبدأ الفيديو متاعي حبيت نشكر أختنا وشكر خاص فغي ما ونقولها مارسي بوكو اللي وثقت فيها وفي قناتي هي الأخت ندو اللي عندها قناة لمسات أم تونسية ما شاء الله عليها محلاها قناتها كنت ديجا نشوفها ديما ونستنبط منها معنتها في الأفكار والكلام كلامها محلاها مش معنتها مش قاعدة ننجامل ولا حاجة ولكن تعجبني قناتها من قبل ما نعرفها دونك ندو وثقت فيها وعملت لي معنتها عرفت المتتابعين تحا على قناتي نشكرها برشا برشا وداي يغجوني برشا أخوات من عندها ونقولهم مرحبا بكم صديقاتي وإن شاء الله نكون في المستوى وإن شاء الله نكون كما قالت لكم ندو انتوكا نديد نعود مرسي أختي ربي فضلك وربي يخلي لك صغيراتك ونقولك بالتوفيق إن شاء الله إذا كان نجمو نشوفوك مرة أخرى يا حباذي ووالا صديقاتي دونك خذيت قيوة الصباح رابيدمون معنتها كما تعرفوا الويكيند الصباح النوز وترنكيل مع الناشك الجري متاع الليكل متاع المدرسة نجروا نهزو الصغار والكل دونك أخذيت قاوتي في ساع في ساع اليوم حبيت نعمل معكم روتين خفيف أول حاجة ولداتي والله ما نعارف إذا كان صغاركم كيفي ولا لا ولكن يحبوا هاك الخبز نسموه منش عارفك يسموه هاك الخبز كانوا ناس بكري يعملوا فيه يعني الخبز البيت باش ميلوحوهش يعملوه بالبيض والحليب والكل ويقلوه واني ولادي يموتوا عليه الخبز هذا يموتوا عليه كان يلقوا كل ويكان باش يفطروا مع باباهم ماذا بيهم كل ويكان نعمل لهم غير ساعات الوقت ما عنديش دونك وعدتهم قلت لهم عندي سوخت وولدي كان يلقى يفطر ويتغدى ويتعشى به قلت لهم هذا اللي بيكم غالي وطلب بالرخيص يعني راس مالها باقيت باقيت وان بلوس يلزم الباقيت متاع البارح مش باقيت تاع اليوم الباقيت البيتة عملت لهم بها خبز والله ما نعارف كيفاش يسموه يموتوا عليه ولداتي عملته لهم وعملت لهم بلازير قبل ما نبدأ الروتين متاعي كيما شفتوا وحدها فما اخت قالت لي زادا قالت لي ما تكثريش لولادك من الماذا بيك تعملينهم حاجات في ميزون حاجات تعملها في الدار ما عاش تكثري لهم الانديستريال اللي تشريه من المجازان والكل صحيح كلام هارا ولاي ما هوش غالط ولكن هرانا نستسهله في الامور ديما نمشو نقضو ديما ماذا بينا ولو انها معناها عندنا متوفر عندنا كل شي في الدار ولكن هي حكاية وقت ما عندناش برشا وقت باش نعملو الحاجات لكلها في ميزون ماذا بينا اني لو لا نحب الحاجة في ميزون على خطر هي نضيفة اكثر وهي معناها صحية اكثر ولكن نستسهله كما الاكثرية متاع الامهات نستسهله الحاجة نمشو للمجازان نشرولهم القوتة حاضر اه ولا اه ولا فتكم بالحديث حملت لهم بيت في البن بردو اه هذي هي الغبيزات ساهلين ماهلين مدناسبة لأي ام تنجم تعملهم وفريمان هي هذي اللاستوس متاع الناس بكري يعملوا فيها اه ولكن منش عارف اولادنا يحبوها اه سوغتو كي نعملها لهم بالنوتلا ولا بالسكر غلاس ولا حاجة اي حبوها انتو كا هذي اي اي يقولوا لي اعملي هنه كل ويكاند ماذا بيهم كل ويكاند انه عمليلها لهم اه باش يفطروا بها مع باباهم فالا لبنات اه روتين اليوم اه هو خفيف كما قلت لكم اني راني ما نعملش الروتينات مع بعضها مرة واحدة اه من فورسيش على روحي من جيش اه في نفس النهار نعمل كل شي في مرة ولكن سماغي بساعات اه اه فما ما نعمل حتى شي نجي نخصص النهار هاكا الروتين واحد برك باش نعمله على قاعدة وننظف حاجتي اه اه مليح وروتين اليوم هو كي ما تشوفوا البورت شوسير لبنات البورت شوسير كي ما تعرفوا الشتي او الشتاء يعني اه المطر برشة الطبعة اللي يجيبون الوسخ من من الخارج اه ولادي يدخلوا باباهم يحطوا الصباط في بلاسته ولكن الصباط ما هوش نظيف بينسور كلها طبعة وكلها وكلها مع المطر يتو دونك قلت ما نزيدش نكمل نستنى على خاطر تمسخ برشة الاحذية زادة تمسخه برشة دونك قلت خليني نعمل الروتين هذا هو يشد شوية ليد ومامتون انواري لبنات نعطيهم شوية استيوس اه بالنسبة لبنات اللي عندهم دي بورت شوسير يعني هاك الموبل اللي يحطوها مخصص للاحذية اه مليح اذا كان عندك البلاسة واذا كان ما عندكمش البلاسة البنات وعندكم اه بلاكار في المدخل في في مدخل البيت اه علش لا تزيدوها ديزي تاجر كيما اني عاملة ديزي تاجر تزيدوهم وهكا يزولكم اكثر اه احذية دونك كيما شفتوا شوفوا الوسخ كيفاش خلالي التراس في في الزيتاجر وهذهم الزيتاجر اني اني عملتهم اه عن تسدي بلونش مشيت شريتهم من لغو مغلان قصيتهم وركبتهم في البلاسة هذي على خاطر اني ما نحبش الاسباس بيغديو يظهر لي توليت وتعرفوني الاسباس بيغديو ما نحباش خلاص يعني قاعدت لي البلاسة هذي فارغة جاية تحت الدروش اه استغليتها وعملت فيها ديزي تاجر وعملت لها وعملت فيها الاحذية ولكن زادة كيف كيف اه هي عالية البلاسة متعالية شوي ما بين لتاجر ولتاجر حاولت باش نلقى ديزي استيوس باش ما نخسرش البلاسة دونك اه نظفتها مليح بالاسبيراتور كيما تشوفوا اه خليكم شوفوا معايا من بعد جبت هذي السيخ بيغ هذي اه من استعملش فيها برشة اه يعني مخليتها للحاجات انضيفة ماهيش متاع الارضية خاطر ما نخلطش باش ما نعملش اه السيخ بيغ متاع الارضية ما نخلط هاش مع الحيوت ولا مع الليبلونش دونك استعملت هذي اه غسلتها وكيما شفتوا هي رطبة حتى كي نستعملوها مع الخاشب ما تضرش اه استعملت الجفال في البلاسة هذي على خاطر اه بينسير الجفال ينحي كل شي وامامتون الحاجة البيضاء اه ماذا بكم تستعملوها الجفال باش تتنحى لتراس الكل. اه لقيت برشة اسئلة لبنات اه برشة اسئلو فيه على على الحاجات الافكار اه في اه بيوت نوم تسكي كونسيرن الدار يعني تسكي لديكوراسيون والكل اه اثاث راقي اه ساعات ولكن مش بالضرورة انتم تابعوا يعني النوعية متاع الاثاث والكل ولكن اني واحدة من الناس اخذت منها برشة افكار متاع تنسق الالوان كيفاش ننسقه الريدوات مع مع الكنابة مع الحاجات اه فاها كيفاش ننحطوا اه الاكسبوزيسيون بتاع الاثاث باش منغموش الشبابيك او يعني فاها برشة افكار تعطي برشة افكار للحمام للمطابخ ننصحكم شوفوها القناة تراهي فاها برشة افكار اه تعطي برشة افكار محلاهم وان شاء الله نخليها لكم في التعليق الاول دونك كما شفتوني لبنات خرجت التقس اليوم ما يهب الشميسة دونك قلت فرصة خليني نخرج الاحذية الكل دون تون تون لبنات في بعض الاحذية انك يكون عندكم التقس باهي حاولوا تخرجوا الاحذية باش يشموا لهواره ضروري ضروري السبابط او الاحذية من خلوهمش ديما في البلاكار ديما سورتو اللي ما تستعملوش فيهم دايما يعني تستعملوهم دو تون زون تون وراهم يقعدو في البلاكار مدة دونك ماذا بيكم تخرجوهم للشميسة يشموا شويه وراهوا باهي برشة ما يقعدو لكمش ما يعملو لكمش حتى في صورة ما ما يعملو لكمش الريحة رجليكم ما يعملو ش الريحة ولكن اه جس باش يشموا لهواره كيما شفته هني نظفت حاولت النظف الاحذية اه لبنات غنية عن التعريف تعريف اليوم نظفت بها الاسمال متاع الاحذية البيض اه نظفت لي كمام شويه اه على خطر اني عندي مشكل ديما مع السياقة يعني ديما التالونتاعي نخليها اه لاصق مع مع السيارة دونك ديما عندي نفس المشكل في الاحذية متاعي كيما شفته ديما من من الجهة التالينية اه فيهم تراس هاكي من السياقة دونك اه ولا نظفتهم بالايبونج ماجيك نظفت درت على السبيبطات الكل اه وخليتهم يتشمسوا موسيقى موسيقى والا وهيكا كملت نظفت الاحذية الكل اه خليتهم مدة اه ساعة من زمان اه البرة كيما قلت لكم بما انا التقس اه باهي اليوم وفما اه شمس اه خليتهم اه يتشمسوا اه بانسور الاحذية اللي لقيتهم مصخين برشة اه حطيتهم على جنب باش نخصلهم لازمهم نخصلهم في في الغسالة ووالا وكانت هذي هي التنظيف امتاعي حبيت نوري لكم لبنات اه اه ديزاستيوس بالنسبة للناس اللي ما عندهمش اه اه يعني بلاصة برشة وين يحطوا الصباب متاحهم اه اني من نلوحش الباكو متاع الصبات كي نشيري صبات نشيري اه حذاء انخلي الابوات متاعه اه علاش باش نحط فيها انلم فيها الحاجات ساعات انلم فيها الحاجات اه تجيني اه منظمة خير وعندي اه هذم اه ام لي نحطهم على الاتجار بالنسبة للناس اللي حاطين مبلا شوسور ما يساعدهمش ولكن الناس اللي حاطين ايتاجار كيفي هذي عملية على الاخر الابيس يظهر لي بخمسين سنتيم مهيش غالية اه تولي تربح البلاسة يعني تحطي حذاء فوق منه الحذاء الثاني باش تربح البلاسة خير ما يكونوا بحذ بعضهم وهيك نخسر البلاسة كيما شفتوا بطريقة هذي اه برشة اه 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 يعني اه تربحك الاسباس وبالنسبة للبوات هذي اه شريتها من دجا شاركتها معاكم لبنات في فيديو سابقة اه شريتها من شريتهم من ايكيا شريت اه 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 في الابيض وفي الاسود اه اه عمليين برشة تنجموا تحطوا فيهم الاحذية اللي ما تستعملوش فيهم ديمة وتحطوهم من تالي اه الاحذية زادة متاع رجالكم اه اكيد الاحذية متاع الرجالي رجالي اه كبار برشة وهما الابوات هذم يهزوهم كيما شفتوا راني حطيتهم فوق بعضهم ما يشدوش البلاسة اه مستحضة عليهم في على 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 الغبرة وديما من تالي البنات حطوا الاسبابط اللي ما تستعملوش فيهم ديمة هذم الابوات متاع اللي معناه من لوحهم مش نخليهم اه متاع الاحذية اللي نشريهم نخليهم باش نحط فيهم الحاجات اللي نستعملهم مرة دو تنزن تن باش زادة كيف كيف ما تبداش حاجات مكدسة على بعضها موسيقى 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 كانت هذه هي الرجلتات فنال انتع تنظيفها متاعي متاع روتين ان شاء الله تكون عجبتكم واذا عجبتكم ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتعملوا لي لايك صديقاتي باش تشجعوني وتاون نقولكم بس لما نس الكل